معركة باطر. علاش بالطبط في باطر. ومعركة اوحود. علاش بالطبط في اوحود. واش كانوا? كيتافقوا? يطرندفوت ما ولا غيصود فكيتلاقعوا تحياتي. اوكي. اللتي راشي واحد اطلع اللي مايكس ما تخرشيش. اخويا فولدانو غادي تهضر ولا يدير ليد شاش? اوكي. اوكي. اوه هدا سؤال سؤال زوين هدا? يعني اوه وهي خاصة ترجع الاسباب ديال كلها معركة باش تعرف علاش كانت ديك المعركة في ديك المكان. وهذا الشي را مش عنده علاقة بالمعارك الاسلامية. تر عنده علاقة بجميع المعارك على مر التاريخ. هو ان المكان اللي تتكون فيها المعركة راكينا اسباب علاش هو المكان اللي مكينش شي حاجة اسميتها الترندف. مكينش شي حاجة اسميتها الكفار هدروا مع المسلمين وداروا بانهم يطلقوا في هاد المنطقة ديالبادر وانهم تما يتحاربوا. ما هاد الهدر مكينش. يعني تتكون الاسباب. مثلا غزوات بادرة معروف اش نوقع. يعني المسلمين هجموا على القافلة ديال بغوا يجمعوا ليهم حبوت بن ديك القافلة عام رب الخير ديال ابو سوفيان. فبغوا يهجموا ليها يديوها. ابو سوفيان وصلاة وتنقنيقة. كلكم تفرشتوا فيلم الرسالة. ابو سوفيان وصلاة وتنقنيقة علق سيفة القوريش. قال لهم عطقوا رايد ديوليكم الفليسات اي ديوليكم السلعة. فقوريش خرجات باش دافع على القافلة ديالها. باش دافع على فلوسها. هات شيره معروف. يعني مش خرجوا من مكة باش يدافعوا على الفليسات هم اللي جاية لان القافلة ديال سوفيان جايبة جايبة الخير والخمير. فالمسلمين خرجوا باش يستوليوا على القافلة ديال ديال ابو سوفيان. والكفار خرجوا من مكة باش يعني يجيبوا سلعتهم. ابو سوفيان علق يعني سلة المسلمين مقدروش يشدوه القافلة. فصيفة القوريش قال لهم صافي را فلوسكم باخير. القوريش اش دارت بغوا يراجعوا. بغوا يرجعوا بغوا يرجعوا. بغوا يرجعوا لمكة اللي نساء لنا. هادي شيره بطر ما زال ما ما وصلناش. فبغوا يرجعوا. فمن بغوا يرجعوا. قل ليهم واحد من معقل شكل اللي قاله ليهم. لم واحد من السلعة ديالنا سلقات. يعني قال لهم بحل بحارتي بحالش. بحالشي واحد كن خايف على فلوسه. فلوسه دست باخير. قال لصاحبه يالله نمشون للبار نشربو ببيرات. هدي ياللي ترات. عمشون للبار نشربو ببيرات. اننا نحتافلو باننا نرى الفليسات ديالنا مضاعش. هالشي اللي داروهم. فقوريش مشاو البدر. المنطقة بدر فيها لما تمه. كي يلمق. كي ينتم الماء. يعني لما باش يالله يسقيوا لما ويقصروا. فالتنقنيقة وصلت لمحمد وصحابه. وصلت اليوم باننا قوريش مشات لذيك البلاسة. قربات لذيك المنطقات بدر سبقهم محمد هو وصحابه البدر. فاصلا. اصلا. اصلا. اصلا المعتادي هنا راهو من المسلمين. لان الكفار ممشوش البدر بنية الحرب. ممشوش نية المعركة البدر. اللي اللي هاجم. ممشي يهجم عليهم. هو الرسول. والمسلمين. هما اللي يمشو بنية انهم يخليوا ضربوهم. اما قوريش را ما مشاتش هاجم علي محمد. قوريش صافي. قولوا لي ايشي حاجة دارتها غالطة قوريش فادشي هذا. يعني القافلة ديالهم جايبة لهم السلعة. صيف طليهم هاد اللي جايب ليهم السلعة قل ليهم راي هجمو علينا يديوا السلعة ديالكم خرجوا تدافعوا على السلعة ديالكم. جمعوهم هادك شي اللي عندهم خرجوا باش يدافعوا على السلعة ديالهم. وصلاتهم الخبار بان نرى السلعة ديالهم في امان. بغاوا يرجعوا للمكة قل ليهم واحد يلا نقصروا نوردوا البهايم وهدي. فمشاو. من مشاو البدر هجمو عليهم هجمو عليهم المسلمين. فدك شي علاش هادك المنطقة هي دليت كانت فيها ديال معركة ديالبطر. هدا و السبب. يعني في بطر تمفاش تلاقاو المسلمين مع القريش اللي كانوا مشاو باش يوردوا البهايم و باش يرتاحوا و باش يدلوا هدي. فوالا. هدا هنا هدية معركة بطر. معركة احد هنا اه معركة احود هي هي و معركة الاحزاب هي هي يجوج معارك وحيد اللي كان فيها المسلمين كانوا في دفاع. يعني احد والاحزاب. او معركة الخندق يعني الخندق والاحزاب هي نفس المعركة. فهد الهد الأحزاب اه ما هاد معركة احودة شو قاع؟ يعني قريش منك لو تقف بضر بغوا انتاقموا بغوا انتاقموا لذيك الهزيمة دي البدر فجمعوا جمعوا الناس جمعوا الناس ومشووا للمدينة مشووا باشي هاجموا محمد في المدينة فمن وصلوا للمدينة وصلوا يعني في المدينة خرجوا البسلمين باشي اتبزوا معهم او كانوا تيتسنوهم بينسير لين وصلتهم تنقنيقة فمن وصلوا فين وقع الاصطدام وقع حدا جبل احد فليهذا سمت المعركة معركة أحود أو غزوة أحود. هذا هو هذا مكان. يعني هذا الشيء كام؟ هذا هو علاش تتسمى المعارك بواحد الأسماء. ونفس نقطة اللقاء بحال في الحرب العالمية مثلا في الحرب العالمية الأول والتانية تتسمى واحد المعركة على حسب المنطقة التي تلقوا فيها الأعداء. يعني وحدين جموع لوحدين فهذه فينا منطقة آه فيردان إذن صاحب تتسمى هذه كمنطقة فيردان معركة فيردان. هذا هو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر